أهلا وسهلا بالفنان التشكيلي وسام كمال التجين أنا عم بقول لك مرحبا وعم بتطلع على الصورة لحضرتك لونتا ألوانا حلوة هاي شغل تجريدي أنا مش عم بشتغل كلاسيك أنا حاولت تشتغل تجريدي قد ما فيه الأزرق قوي عندك كتير أديش شك الأمل بانتظار الأمل الكبير هو الميلاد وولادة الغفران وسيدنا المسيح أجباري يكون الألوان موجودة اخترت هاللوحة تقدمنا يا مباشرة على الهوى بأربعين دقيقة قدمت من وحي الحلقة أو بها المناسبة اللي احنا طلعين فيها مباشرة على الهوى اللي هو حلقة خاصة بالميلاد خبرنا أكتر عن اللوحة وعن الألوان أول شي نعاد عليكم وعلى الجميع بالميلاد وولادة سيدنا المسيح أنا أخذت الموضوع وحاولت طبقه بطريقة تجريدي لا يعطي شوي المعنى بهذا الزمن بهذا الوقت قدش نحن بحاجة لمسيحة وقدش بحاجة لغفران بهالأوضاع الصعبة اللي عم نمرق فيها إن شاء الله السنة جديدة بتكون أحصان أكيد عرفنا شوي أكتر عنك ويسام أنا ويسام كمال الدين ما هنتهي تجارة اللوحات بالرسم اللي بلبنان تقريباً عشرين سنة بس على الأضواء عم بيين تقريباً من سنتين عم بطلع بعمل مقابلات ومنتضيات شو أكتشي بالحب دادنو باللوحات بصراحة أنا يعني الشي اللي عم بمشي أو عم بركض وراه كتير بقصة الرسم إنه اترك بصمة يعني فيه ناس كتير بتقلد وحتى من القرن الثامن عشر كان فيه عشرات ألاف الرسامين بس اللي برزوا إنه ما بيتعدوا للعشرة أو خمسة عشر رسام لأنه عملوا شي جديد وهذا الشي ما أنه سهل أبداً وما أنه هين ضمن هيدا الكمل هائل للأسف اللي عم بيين من الرسامين بمين مأثر أكتر شي من الفنانين الرسامين بداية كنت فيه رسامين كلاسيكيين حتى فيه ناس ما بتسمع كتير فيهم مش عظماء هني بس أنا كنت حبهم مثل جون دولا كرواو ومارك وجين هوا المستشرقين اللي كانوا يجوا عبلاد العرب ويشتغلوا بس بعدين صرت أطلع من هيدا النمط الكلاسيكي وحاول تطور حالي أكتر باتجاه الفكرة يعني باتجاه أنه أعمل فكرة جديدة ما حدا عملها قبل وهذا هدف هي حضرتك رسام بالإضافة إلى تجارة اللوحات أهي ما أنت تجاتل ليش فتت نحق تجارة الأوحات أنا دارس محمد بالحقوق سنة الخمسة وتسعين جماعة عربي حقوق رسم تجارة اللوحات بالضبط بالضبط كيف جماعتهم؟ هلأ الثلاثة بدون النفس طويل الثلاثة اللي بيجمع هون النفس الطويل والصبر صحيح بس أنا بس أني عكس بعض تقريبا هي الخيار كان كتير صعب أنه أنا أترك حتى اشتغلت فترة بالتجارة وبالأعمل الحر وهي دا بس ما لقيت ما يعني وهي دا شي صعب أنه ما لقيت نفسي يعني فات يعني خدت خيار أنه تركت كل شي واتجهت صب الشي اللي أنا بحبه والسبب أنه ممكن إبرع فيه بس شي ما بحبه مش ممكن إبرع فيه اليوم مين من الرسمين بالبناء والعالم العربي بيلفت ويسام كمال الدين يعني الله يرحمه هو وجه نحلي كان لا يرحمه هو أستاذنا كان يعني أستاذ وجه نحلي الله يرحمه كان يقدم أفكار جديدة يعني أنا من الناس اللي كنت انذهل قدام لوحاته أبدع وعمل مدرسة جديدة وفيه كتير أسامي أنا بحترمه بجلة يعني بس هو هذا الشخص أنا كتير بتمنى أنه أوصل للي هو وصل له عداش وجود اللوحة مهم بالبيت حسب طبعا كل شخص شو بيحب أي لون أي نمط هون هذا سؤال كتير مهم مع فكرة وفيه كتير للأسف مش بسبق مش بلبنان بمجتمعنا يعني ما بيعرف أدي هذا الشي مهم أنا كي أتيجر لوحات قبل قبل ما يكون رسام قليل جدا ما يمرق علي زبون أو حدا بده يشتي لوحة ويكون عنده ثقافي فني يعني ما يمكن مش مارع عراسي إلا عدد بسيط بيجي بيطلب لوحة للفنان الفلاني أو للرسام الفلاني وهذا الشي بيضيقني بس بالنهاية هيدا شغل بزنس يعني هذا خارج الرسم خارج إطار أنه أنا رسام فبيجي بده يلبق اللوحة على بيته بس مش عارف أنه هيدا اللوحة بتفوت على البيت كأنها شخص يعني إذا هاي اللوحة ما كانت مناسبة لهيدا البيت أو فعلا بتكون مزاجة وفيه ناس ما بتنتبه لهيدا الشي بتمنى أنه الناس تفوت فيه هذا الدمان أكتر وتبحث عنه أكتر لأنه اللوحة بالبيت شيء كتير أساسي روح بتعبر عن كل شخص أكيد أكيد فعلا شو بيحب شو ما بيحب بديت شكر حضورك أنا بتشكركم على الدعوة شكرا لحضورك مرسي لقلك وينعد عليك وينعد عليكم كمان مري كورسماس مرسي